لا نحكي أكثر عن هذا الموضوع بينضمننا الدكتور أمير عجام طبيب أسنان بالستوديو أهلا وسهلا فيك دكتور 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 هيا أهلا فيك طيب دكتور تقويم الأسنان الشفاف لا كعنوان مبين تقويم أسنان شفاف نحن متعودين على الحديد الذي يبين عنده الضحكة عند الكذا إذا فيك تحكي لنا أكثر عن التقويم الشفاف من شو مصنوع قديش سماكة هذا التقويم أو طبيعة شكله وأيضا ما تفلش استخدامه بشكل عام جميل أول شيء نحكي بشكل عام عن التقويم التقويم هو عبارة عن تحريك الأسنان باتجاهات معينة حتى نحصل على أفضل شكل وأفضل وظيفة للأسنان بغض النظر عن الطريقة الطريقة التقليدية هي عبارة عن حاصرات تقويمية تنحط على سطح الأسنان غالبا بتكون من المعدن ومع سلك معدني برص الأسنان هاي الطريقة التقليدية التقويم الشفاف ظهر في آخر السنوات السابقة عن طريق أنه هو عبارة عن بلاك شفاف بنحط على سطوح الأسنان هذا البلاك ممكن يتغير كل أسبوع كل أسبوعين البلاك تاني بحيث أنه يعرض الأسنان لقوة معينة بطريقة معينة ترصف الأسنان بطريقة بطيئة إلى حد ما مع قوة ثابتة متوازنة وهو أبطأ من العادي فينا نقول أبطأ؟ إذا نحكي كقوة ممكن تكون موزونة أكتر ولكن ممكن يكون أسرع وممكن يكون أبطأ حسب الحالة بشكل عام ولكن من المعتادة عليه أنه هو كونه القوة متوازنة بشكل أكبر فممكن يعطينا نتيجة أسرع في بعض الحالات ما هو بشكل كامل كل الحالات ولكن في بعضها من شو مصنوعة؟ بلاستيك مثل البلاستيك بلاستيك عادي مثل البلاستيك ما عادي هو بالأخير يعني صناعة ثلاثية الأبعاد طباعة ثلاثية الأبعاد بشركات معينة ممكن تصنع هو بشبه الآلب اللي منحطه منحط فيه مواد مبيضة بالضبط تقريبا نفس المواد نفس الشكل حتى تقريبا بالضبط تقريبا يعني إذا في حالة مستعصية خلينا نقول في أسنان متراكبة كتير قد بدون حتى يعطي الشكل جميل هذا السؤال أول شيء كل الحالات يعني ما فينا نقول حني تقويم الأسنان هو حالة ثابتة لكل الأشخاص بغض النظر تقويم العادي أو التقويم الشفاف التقويم الشفاف ما هو خلينا نقول ثورة في تقويم الأسنان هو عبارة عن طريقة الهدف هو التقويم الهدف نحن نحصل على رصف الطبيعي للأسنان سواء كان تقليدي أو التقويم الشفاف التقويم الشفاف ممكن نحن نحصل على الميزة فيه هو عبارة عن قوى ثابتة التقويم العادي في بعض الحالات ممكن يعملنا أنه نحن يعرض أسنان لقوى أكتر من أسنان ممكن يكون غير مدروس بشكل دقيق بينما التقويم الشفاف عم ندرس بشكل مية بمية بحيث أنه حتى المريض قبل ما يبلش بالتقويم بيشوف أسنانه كيف حتتحرك بيشوف أسنانه كيف حتحصل كم شهر بيشوف خطة المعالجة كاملة من قبل ما يبلش ممكن حتى يشوف النتيجة المعالجة يبطل أو كذا ولكن شاف النتيجة هاي الميزة أنا هو عبشوف أسنانه كيف تكون كيف كانت وكيف رح تكون وكيف أسناء عملية التقويم مثلا بعد عدة أسابيع أو عدة أشهر يشوف أسنانه في الوقت الحالي عبتحرك عنده هذا السن أو هذا السن هاي ميزة التقويم الشفاف عن التقويم التقليدي إنه نحن بشكل عام عم نشوف كل سن كيف عبتحرك وبدرجة تحرك يعني نحن عنا هذا الأسبوع بدنا نحرك السن الفلاني نص درجة بدنا نحركه مثلا ربع مليمتر في هاي الطريقة هاي فنحن ممكن نتوقع مية بالمية إنه هذا التقويم حينتهي بعد ستة شهر ولكن في آخر الدراسات أثبتت أنه نحن في جزء كبير من الحالات أنه ما بتنتهي التقويم الشفاف بالنهاية مثل تماما مثل ميداي ممكن بعد عدة أسابيع عدة أشهر خاصة في الحالات المعقدة أنه نحن نضطر نعمل إعادة معالجة إعادة تشخيص جديد للحالة وممكن نعمل لها خطة معالجة جديدة وفممكن يأخذ معالجة جزء من الوقت حالات معقدة مثل شو بتكون؟ جميل غير إنه الإسنان بارزة أو فيها مشكلات جميل التقويم إذا نحكي مثلا في عندك الأسنان الأبسط حالات اللي ممكن يعالجة تقويم الشفاف هو عدم الارتصاف الأسنان يعني سنة برها سنة جوها في حالة بسيطة لا في حالات معقدة خاصة المعقدة لتقدم الفك السفلي مثلا الفك السفلي عنده متقدم أو تراجع الفك العلوي أو الأنياب المنطمرة هذه تعتبر حالات معقدة ما فينا نعتبرها مثل رصف الأسنان فهي حالات لا نحتاج أحيانا حتى التقويم الشفاف يكون قاصر إلى حد ما يعني نحن ممكن يعمل تقويم الشفاف ولكن ما منفضله في هذه الحالات مثلا ممكن تقويم المعدن يكونه أنه عليه دراسات قديمة وتجارب قديمة حتى بعض الدكات يقول لك لا أنت لا تعمل تقويم شفاف أعمل تقويم فهذه الحالات المعقدة بشكل عام طيب في فئة عمرية محددة ممكن تستخدم التقويم أو لا ولا بيجوز للكل؟ للجميع كل العمار الصغيرة أو الكلاب للأطفال يعني بيمشوا للأطفال ولكن التقويم الشفاف كونه متحرك بإنشاء له وينحط فدائما لازم يكون الإنسان متعاون يعني لازم يكون مثقف إلى حد ما ما يكون فيه إهمال لأنه بدي شئ له بحطه ما مثل التقويم المعدن التقويم المعدن خلاص نحط على الأسنان التقويم هو متحكم فيه كل شهر بدي روح عند الطبيب الطبيب رح يشد رح يرخي فهو التقويم متحكم 100% بينما التقويم الشفاف يحتاج عناية من المريض فإذا كان المريض وعي قليل أو غير متعاون فما يفضل له التقويم الشفاف إذا عناية صحية عنده مثلا ما فيه يضبط 100% ما بينفعل الأكل عليه ما بينفعل هو بينشال وينحط لازم يشال أثناء الأكل طيب ذكرت أنه التقويم الشفاف بينقام وبينحط يعني أمتى بينقام وأمتى بينحط يعني هل مثلا لازم ننام فيه لازم وقت ناكل ممكن نشيله كيف هو المفروض ينحط تقويم الشفاف أطول فترة ممكنة يوميا ولكن أثناء الطعام لازم يشال يعني الطعام طبعا هو العبارة عن بلاستيك فأثناء الأكل ما فيه ينفع لازم يشيله بيأكل بيشرب شو بيعمل بعدين ممكن بعد ما يخلص ينظف أثنانه ويحطه بشكل طبيعي لازم ينام فيه لازم يستقدمه 22-23 ساعة يوميا كحد أدنى ما يفصل يشيله لأنه هي تعرض لأنه هي ميسته أنه عبارة عن أبحرد الأثنان القوى ثابتة ضعيفة ولكن مستمرة إذا 22-23 ساعة بس الأكل بيشيل بالضبط يعني هو مفروض يحطه تقريبا طول الوقت بس إثناء وقت الطعام طيب كنا نحكي كمان بالفروق بينه وبين التقويم المعدني طبييا أي أفضل استخدام هو ولا استخدام المعدني ولحسب الحالة جميل جميل إذا نحكي من ناحية الجمالية فهو جمالي أكتر إذا نحكي من حيث أنه الصحة الفموية التقويم الشفاف هو أيسر تنظيفه سهل تنظيف الأثنان سهل إذا نحكي في الحالات المعقدة الحالات التي تحتاج قوى قوية أو قوى سابتة فنحكي المعدني أفضل لماذا؟ أنه يعرض الأثنان لقوى أفضل يعرض الحالات المعقدة أكتر إذا نحكي على عناية المريض وعلى اهتمامه إذا كان المريض غير معتني غير مهتم كثير في ناحية النظافة فالفروق الشفاف أيسر أما إذا نحكي المريض غير متعاون ولكن عنده نظافة فموية فممكن نقول التقويم المعدني ممكن يكون أفضل في هذه الحالات يعني كل حالة تدرس بشكل خاص فيها دكتور هلأ كما هو معروف تقويم الأسنان اختصاص لحاله ودائما بينزل شي جديد وتحديثات على هذا الموضوع شو آخر الدراسات أو المواد المستخدمة بتقويم الأسنان؟ جميل قلينا نحكي مثلا تقويم الشفاف تقويم الشفاف هو يعتبر ثورة في تقويم الأسنان يعني اليوم نحن عم نغير مفهوم كامل في تقويم الأسنان كان تقويم الأسنان زائد مثلا تقويم الأسنان اللي كان هو الشيء الكابوس عند بعض الناس إنه هو رح يكون في عدة سنوات رح يرتقل في الحياة الاجتماعية وما زاله معنا في ناس خلق منهم فأجل تقويم الشفاف يسر زائد من الثورات اللي صارت في تقويم الأسنان هي الزريعات التقويمية يعني اليوم نحن عمنا مثلا في عمنا أسنان نحن نحن نحكي بشكل مبسط بشكل بسيط جدا وسريع تقويم الأسنان هو عبارة عن قوة عم يطبق على السن وسن تاني ع função يدعمه فالقوة الجبارية في إلى قوة وفي ردة فعل فردة فعل كنا نعتمد على الأسنان في الوقت الحال صار في عابطنا تقويم يعتمد على العظم نفسه إنه العظم نفسه هو اللي يدعم القوة هذه بحيث إذا يضاء زريعات داخل العظم نفسه هي اللي تشد الأسنان في هذه الطريقة زائد التقويم الخارجي التقويم الوظيفي التقويم يعني تقويم وظيفة أثناء نمو الفكين مثلا في عنده ضعف في نمو الفكين ممكن التقويم نفسه يحرد نمو الفكين فبهذه الطريقة أنت عم تستعين في التعويض عم تستعين في النمو فأنت عم تحرد النمو الفكين بطريقة معينة سواء تكبح النمو خاصة إذا كان في عندنا فك سفلي متقدم جدا ممكن في فترات عمرية معينة ممكن نكبح نمو الفك السفلي بحيث أنه نعطي راحة للفك العلوي نمو فيصير في عندنا نمو بالنسبة للفك السفلي المتقدم هل في تقنية ممكن تجمل شوي الشكل أو لا بده هذا خلاص بده جراحة جميل التقدم الفك السفلي هو من أكثر الحالات شزوز التقويمية اللي لازم الطفل ولازم أهل الطفل يستوعبوا أن يروح عند الطبيب لذلك هي بتكون عائلية وراثية في معظم الحالات لذلك الحالة العائلة اللي في عندها تقدم فك السفلي نحن دائماً منقول للأهل أنه لازم تروح عند طبيب التقويمة دائماً خمس سنين ست سنين في هاي المرحلة ممكن إذا نحكي على سؤالة كيف نعالج مشكلة إذا كان في عمر صغير جداً ممكن نكبح النمو الفك السفلي إذا كان في عمر كبير شوي ممكن نعمل علاج تمويهي أنه نقدم شوي من الفك العلوي قطينا المشكلة أما إذا كان في تقدم بالفك السفلي كبير وعمر الإنسان كبير بالعمر إلى حد ما فهون منلجأ للجراحة كيف الجراحة؟ هو أن الفك السفلي في عنا هذا العظم هذا ممكن ينقص بالجراحة هذا العظم هذا العظم ويترجع كله هاي في بعض الحالات إذا كان تقدم أكثر وأكثر والجراحة غير كافية إذا ممكن تقدم مثلاً اثنين سنتيمتر اثنين سنتيمتر أو أكثر فكيف بدنا نعالج هذه المشكلة؟ ما فينا نعالج هذه المشكلة وبالتالي نحن ممكن نعمل نحن جراحة وبعض الجراحة تقويمة نحن نبدأ بتقويم نضبط الأسنان بعدين نعمل جراحة بعدين نعمل إلى حد ما التقويم نغير من العظم من نفسه لنعملنا جراحة وشقينا العظم عن بعضه فمن بعد العظم عن بعضه شيء مرعب إلى حد ما بالضبط لذلك نحن دائماً منرجح العلاج عن طريق النمو أنه يكون الطفل كتير صغير إذا الأب أو الأم أو الأخوال أو الأعمام عندهم مشكلة في تقدم الفاكس طفلي منقول لهم لازم تزور طبيب التقويم بالعمر الصغير جداً يعني ما قبل طفرة النمو ما قبل عمر 12 سنة وإن كنا نحن ممكن نفضل بين 8 و 12 سنة التقويم التقليدي ولكن في هاي الحالات ممكن نفضل التقويم بشكل مبكر جداً في عمر خمس سنوات وست سنوات لازم يبدأ طيب أداش الفترة الزمنية اللي ممكن يستخدم مريض التقويم يعني مثلاً سنة سنتين أكتر أقل ولا الحالة هي اللي بتفرض طول مدة استخدام التقويم لتعادل الأسنان حسب نوعية الحالة يعني إذا رصف أسنان يعني إذا نحكي نحن رصف أسنان أسنان غير متصفية ممكن خلال عدة أسابيع إلى 6 شهر ممكن تنتهى أما إذا كان في حالة نمو هاي الحالات الشديدة جداً ممكن تستمر عدة سنوات على مع الأجهزة الوظيفية يعني إحنا عم نقدم فك أو بتراجع فك فهي تنتهي مع النمو كماما نحكي عن حالة ثانية هي حالات الشقوق أو تشوهات الخلقية بالفك العلوي مثلاً أنه بطلع مثلاً طفل في عنده شق بالشف العلوي أو شق بالسقف الحنق فهي يكون عنده فك العلوي بيكون صغير في هاي الحالات هاي أو عنده هو النمو عنده فيه سيئة فيه تشوه خلقي فهذه الحالات ممكن تترافق مع الجراحة ممكن ترافق مع التجميل ممكن ترافق مع التقويم وممكن ترافق مع الزمن طويل ممكن تحترج تجميل فهي الحالات ما منحسن نقول نحن عبارة عن تقويم ما منحسن نقول مثلاً أن هاي حالة فقط أنه عمل علاج تقويمي جلس الأسنان لا هم عم نعالج نحن تقويم للفكين ما هو بس الأسنان عم نرس بعم نصف فكين فهي تقتعض فترة طويلة لآخر ونحلة النمو ممكن تتدقض فنحن نحن 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 عقاد الحالات وما بينها حالات متفاوتة شكراً شكراً لك دكتور أمير عجم على هاي المعلومات وانهارك سعيد ، حيانكم الله الله يبارك ليكم المترجم للقناة